الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 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 حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاة حيّ على الفلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُمْ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق كل من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازد فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله إن من تأمل في أحوال بعض الناس وجد بأنهم يريدون أشياء أن تتحقق لهم ويتمنون أشياء أن تقع لهم ولا يأخذون بأسبابها فعلى سبيل المثال تراصفا من الناس يتمنى أن يكون تاجرا غنيا في أيام وبعض الناس يتمنى أن يكون عالما مفتيا في أيام وتراصفا من الناس قاعدا في بيته ويريد من الرزق أن يأتي إليه في بيته أيها الناس إن الأخذ بالأسباب سنة كونية ربنا جل وعلا بيّنها في كتابه الكريم فقد أمر ربنا جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام أن يصنع استفينة كي يحمل فيها أهل الإيمان ومن كل زوجين اثنين واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مورقون مع أن الله سبحانه وتعالى قادر أن ينجي نوحا ومن معه بدون استفينة ولكن أراد أن يسلك مع نوح عليه الصلاة والسلام مزلك الأخذ بالأسباب وهكذا مع موسى عليه الصلاة والسلام عندما أمره الله أن يضرب بالعصى البحر فانشق البحر ويترى ماذا تغني العصى في البحر مع أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يشق البحر بدون عصى فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر في الفرق فكان كل فرق كالطود العظيم أراد الله أن يسلك مع موسى الأخذ بالأسباب وهكذا في آية أخرى عندما استسقاه قومه وطلبوا منه السقيا والله قادر على أن يخرج الماء من الحجر بدون أن يضرب ولكن أراد أن يسلك مع موسى مسلك الأخذ بالأسباب وإذ استسقاه قومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثمتا عشرة عينا وهكذا يا أمة الإسلام مع مريم عليها السلام قال الله لها وهزي إليك بجلء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا مع أنه لو جاء عشرة من الرجال فهزوا جذع نخلة ما سقطت كمرة واحدة فما بالكم بامرأة في حالة ولادة ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم مريم الأخذ بالأسباب فالأخذ بالأسباب سنة كونية وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أراد الحجرة جهز أمره وجهز الراحلة وجهز الدليل الذي يدله على الطريق واختبأ في الغار عليه الصلاة والسلام مع أن الله قادر أن يأخذ نبيه مباشرة إلى المدينة ولكن الأخذ بالأسباب وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في المعارك كان يجهز الجيوش وكان يخطط التخاطيط وكان يبين وكان يمر من الصحابة أن يعينوا الجهاد في سبيل الله كل ذلك من الأخذ بالأسباب ومع ذلك كان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يعينه إذا معاشر المؤمنين نأخذ بالأسباب إذا أردنا شيئا نأخذ بأسبابه مع دعائنا لله سبحانه وتعالى أن يفتق وأن يعين هذا هو التوبر على الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام من طريف ما يذكر أن شقيقا البرخي أراد أن يذهب إلى التجارة فودع صاحبه إبراهيم بن أدهم في سفر طويل ولكن شقيقا بعد أن خرج عاد مباشرة من سفره فرآه صاحبه إبراهيم بن أدهم فقال يا شقيق ما لك عجيت في الرجوع فقال له الشقيق لقد رأيت في سفري أمرا عجبا وكان هذا هو السبب في رجوعي فقال له إبراهيم بن أدهم وماذا رأيته قال شقيق رأيت في سفري عندما أويت للراحة في مكان خرب أي في مكان مهجور فرأيت طائرا كسيحا أعمى أي لا يتحرك طائر أعمى لا يتحرك فنظرت إلى هذا الطائر وتهجبته على حاله يقول فلم ألبث إلا قليلا حتى جاء طائر آخر يحمل إليه بعض العظام فأكل ذلك الطائر الأعمى منها وهكذا بين الحين والآخر يأتيه ذلك الطائر بأشياء يأكلها قال شقيق فتفكرت في نفتي فقلت هذا الطائر الكسيح الأعمى الذي لا يتحرك في هذا المكان ومع ذلك يأتيه رزقه إلى هذا المكان وهو أعمى إذا سيأتيني رزقي إلى بيتي فرجع إلى بيته فيقول فرجعت إلى بيتي فنظر إليه صاحبه إبراهيم بن أدهم وقال عجبا لك يا شبيد لماذا ترضى لنفسك أن تكون كالطائر الأعمى الكسيح الذي لا يتحرك ولم ترضى لنفسك أن تكون كالطائر الذي يقوم على نفسه ويقوم على العميان والمقعدين ترضى لنفسك أن تكون قاعدا تمد يدك يا شقيق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى فانتبه شقيق وقبل رأس إبراهيم وقال جزاك الله خيرا يا أبا إسحاق وانطلق إلى تجارته فكم ترى من أناس يمدون أيديهم إلى غيرهم أراد لنفسه أن يكون كالطائر الأعمى وحي الله من كان كالطائر الذي يقوم على نفسه ويقوم على غيره فإذا كانت لك القدرة أن تقوم على نفسك فلا تمد يدك إلى أخيك ولا إلى أبيك ولا إلى عمك اسمك الأسباب وتوكل على الله وكن كالطائر الذي يقوم على نفسه وغيره الحمد لله على وحتانه والشكر له على فضله وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الدائل رضوان أمة الإسلام الله قدر أمراضا وقدر أوبئة وقدر الطوام وقدر قرودا ولكن الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا من أسباب الوقاية فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يوردن ممرض على مصح المريض لا يخالق الصحيح المريض يبقى في بيته المريض لا يتسبب في أذية النات وكما تعلمون أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الطوام إذا وقع في أرض فلا ندخلها وإن وقع في أرض ونحن فيها فلا نخرج منها كورونا يتجدد ينهب ويأتي ولكن بعض الناس اختلفوا في شانه فانقسم الناس إلى قسمين قسم عنده إفراط جلس في بيته وبعد في بيته وترك شغله وترك عمله والصلف الآخر عنده تفريض لا يبالي يدخل في التجمعات وهو مريض يدخل بين الناس لا يبالي بهذا يا أيها الناس لا إفراط ولا تفريض لا خوف البلوت وجلس في البلوت ولا إفراط تفريض يصر عند الإنسان لا يبالي يدخل بين المرضى وكأن هناك الأمر لا يعنيه من الأمر شيئا يا أهل الإسلام يا أمة الإسلام بين التجمعات إلبست في مثل هذه التجمعات قد يكون واحد من الناس مريضا وأنت لا تشعه في التجمعات لا إفراط ولا تفريض إلبس تدخل في زحمة بين الناس انتبه ليس أنا الذي قلت هذا قاله نبينا عليه الصلاة والسلام لا يورد أن ممرض على مصح والآن هل المريض سيبقى في بيته لا المريض يدخل بين الناس إذا كيف نحن أنفسنا من المريض من هذه الوسائل وهل تغني هذه وهل تغني هذه بأن الإنسان لا يصاب قد يصاب ولكن يكون قد عذر نفسه أمام الله فإن الإنسان الذي لا يبالي لا يبالي ويصاب بكورونا قد لا ينجو ولا يسلم من الملامة لأنه لم يأخذ بالأسباب الشرعية ولكن من أخذ بالأسباب الشرعية وابتعد عن التجمعات أو دخل في التجمعات وهو نابف منتبه هذا حتى وإن أصيب فإنه معذور عند الله لأنه قد أخذ بأسباب السلامة يا أهل الإسلام يا أمة الإسلام لا إفراق وجلوس في البيوت وخوف ويترك شغله وعمله ولا تفرق يدخل بين الناس وهو مريض فيصيب نفسه وغيره يا أهل الإسلام ليس أن نفرق الناس في المسجد كل واحد يصلي في مكان وأيضا في نفس الوقت لا تجعل نفسك بين الزحام لا تجعل نفسك بين الزحام وأنت مريض فبعض الناس ما عنده خوف من الله هو مريض فيريد أن يصيب أكبر عدد من الناس فيا أهل الإسلام في مثل هذه التجمعات والزحام إِلْبَسُوا إِذَا كُنْتَ وَحَدَكَ أَوْ لَا خَوْفُ وَلَيْسَ هُنَاكَ إِشْكَالِ لا حَرَجْ لا إفراق ولا تفريض هكذا علمنا ديننا ولا ينفع حذر من قدر ولا ينفع حذر من قدر ولكن إذا نزل أمر الله جل وعلا وأصيب الإنسان يكون قد أدى الذي عليه فخذوا بالأسباب أيها الناس خذوا بالأسباب مع التوكل على الله جل وعلا قم بعمله وخذ بأسبابه مع دراء الله سبحانه وتعالى ومع التوكل عليه هكذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نأوذ بك من هذه الأمراض ومن كرونا ومن غيرها اللهم احفظنا قائمين وجالسين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين ومن تبعهم بهسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اغفر للمؤمنين Jisi wanafoishi, utakuta bagi ya watu Wanakuwa na mambo ya wambayo wanatamani Kuna mtu wanaezakana anatamani kuwa tajiri Kwa muda wasipukaza Kuna mungine anatamani kuwa labda msumi Awe ni alimu mkubwa Kwa muda wasipuchaji Na unaweza wakamkuta mungine pia Amekeche nyumbani kuwa ke Akiwa na matumaini ya kupata rizik Kwa mba ye pikirazake na maaswa yate Riziki hiyo itapuja pale pale jisi alifo Lakini akasungumza akasema awo subahana huwa ta'ala Yeye ndo anatua rizik Yeye ndo anafanya vitu vyote hivyo ambao wanadamu ya anafitamani Lakini pia vile vile wanadamu huyu Amewetewa kitu ambacho natakiwa kifanya Kwa maana awesi ni kuchukua sababu Kama kuna kitu chako natokifanya Au natamani ukipata kitu hicho Lazima utengeneze sababu Ya kuendia kupata kitu hicho Ndo wakapige mifano mbali mbali Akasema mfano wa kwanza Muangalia nuhu wa alaisu salatu wa salamu Allah subahana huwa ta'ala Alifo muamurisha rahame maineweale ya weze kuenda saimu nyingine Alimuamuru awesi kutengeneza safina Wasna ilfulka Bia uyuni na wawahina Wala tukhatibini filadhina walamu Inna humu wa thun Kwa mba Allah subahana huwa ta'ala Akamuamurisha nuhu wa alaisu salatu wa salamu Awesi kutengeneza safina Awesi kutengeneza meli Ambayo meli hiyo ataitumia Kwa ajili ya kuwavukisha watu wale aliamurisha na Allah subahana huwa ta'ala Pamoja na hivo Ala likona uwezo Kumchukua nuhu alaisu salatu wa salamu Pamoja na wale wale muamini Kwapeleka katika ile sehemu waliotaka kwa muda mchachetu Lakini kutokana na mwanadamu Anatakiwa atikue sababu za kishiria Ndo wamana akamutengenezia mazingira na mnahini Kwa hiyo Huni mfano ambayo Allah subahana huwa ta'ala Ame muamrisha na biwake nuhu alaisu salatu wa salamu Au chukue mfano kama huu Au sababu kama hii Aweze kundoka pale Kuenda katika sehemu nyingine Aka sema angalia Musa alaisu salatu wa salamu Alivo Fukuzo na firawu Alivo Fukuzo na firawu Aka kuta bahari kumbeliyati Aka amrisha na Allah subahana huwa ta'ala Aweze kutumia fimbo yake Kuipiga ile bahari Akafanya hivo Bahari ile ikawa imetoka mapande mawili Katikati pakawa na njia Lakini Allah subahana huwa ta'ala Alikuwa na uweze Wakumuhamisha tumuusa alaisu salatu wa salamu Kumuvusha bahari kunda upande mingine wapili Lakini kutokana na mtu unatakio chukue sababu za kisheria Ndo umana Allah subahana huwa ta'ala Aka amrisha pia vile vile Aweze kupiga ile bahari Pia Musa ule ule Ukimuangalia Watu wake pini walibumtaka Aweze kupata maji Allah subahana huwa ta'ala Alimuamisha aweze kupiga majabali Aweze kutumia fimbo yake Kupiga ile mawe Na kile kitendo cha kupiga ile mawe Maji yakone mnye kutoka Lakini pia ujio kwamba Allah subahana huwa ta'ala Alikuwa na uweze Uwe kutua maji Pasipokuwa na sababu yoyote Kwa sababu Allah subahana huwa ta'ala Ye ndo ana uweze huo Ukimuangalia pia vile vile mfano mungine Mariam alaisu salatu wa salamu Mariam pindi pale Alifo jifungua Akawa katika sehemu ya ustaz Na akawa na ikajia chakula Allah subahana huwa ta'ala Akamuamisha Aweze kutikisa ule mtende Aweze kutikisa lile shina la mtende Akamuambia Wahuzi ilaiki Bijizi rinaki Tusaha kipa alaiki Ruto banjania Kwamba tingisha ule mtende Kwamba tende zitaweza kudondoka Na unaweze kwa kapata chakula Mbacho ni kuzuri Lakini fikiria Kwamba Lao ule mshina la mtende Hata akaja mtu munyinguvu za na mnagani Akatingisha ule mtende Hamuna tende Hata moja ambaye naeza kudondoka Lakini huyo ni mwanamuke Alafu pamoja na kuwa ni mwanamuke Hana nguvu Kwa sababu yuko katika hali ya ustazi Amejifungua mdasi ombrefu Lakini awa kamuambia Tingisha ule mtende Hiyo ni kuonyesha kwamba Uweze kutukua sababu Alifanya hivo Kwa sababu Aweze kutengeneza sababu Kwamba vitu Habiji hivi hivi Lazimu tengeneze mazingira Ya kutukua sababu Allah hiyo muweze shaji Lakini huwe Unatakiuo tumie sababu Ya kulifikia lile jambu ambalo nalitaka Kwa hiyo baada kutingisha mtende huo Tende zikawa simenye Kuporomoka Kwa hiyo mifano kama hii Inatufundisha kwamba Unapotaka kufanya kitu chako Unatakiwa kuchukue sababu za kishiria Na wala ustiweze kukaa mmbani Kwamba mimi intakaa hapa Riziki tanifikia hapa Kwa sababu yee Allah ndo anaruzuku wapani Kuchukua sababu za kishiria Hiyo ndo tawakuli Ambayo mtu unatakuuifanye tawakuli Katika mambo yako hote ambayo Unataka kuyafanya Ndwa kapika mfano mungina katuwa kisa ambacho Kinatajo kisa hito Kulikuwa na mbabano awili Mmoja anaituwa shakik Alafu mungine Anaituwa Ibrahimbun Arkham Hawa tuawili Huyo shakik ya li muwaga Mwazaki Ibrahim Waka mambia Mimi na safiri Naenda kutaftariziki Baada ya kujiandana safari yaki Haka onduka Haka muwaga ule ndugu yaki Ibrahim Baada ya kumuwaga Lakini Mdamchache hakarudi ule bani Ule Ibrahim waka mambia Vipi mbona merudi maharaka hivo Na hujiaja na kitu ambacho ule kifata Haka sema katika safari yangu nilibuenda Nimeona kitu cha ajabu sana Haka muuliza ni kitu gani hicho ule chokiona Haka muambia ni ipofika sehemu moja Kuna sehemu ambayo kama nyumba ili ohamo Ni kamukuta ndegi moja Amekaa mahali katika ile sehemu Nilivotaka kupumzika Ni kamuona ndegi huyo amekaa pale Ndegi huyo ni kipofu Hawezi kuruka Wala hawezi kuona Lakini munda wapukaa pale mdamdogo Nikaona ndegi mungjini akaja Akiwa mebeba mifupa Aki mletea ndegi huyo ambayo ni kipofu Aliku mletea yule ndegi ambayo ni kipofu Hakala Yule ndegi ambaye Alileta yule mifupa ambayo anaona na ruka vizuri Hakaenda tena kaleta chakula kingine Kwa hiyo hakawa na muhudumia ndegi huyo ambayo ni kipofu Huyu shakiki baada kuangalia mazingira haya Ndegi hawa wili Jisi wanabuhudumia na Yei hakaona mkajani nirudi nyumbani Kama huyu ndegi Hameweza kuruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala Hali yakuwa ni kipofu Hamekase hemuhi Kwa ni inashindikana vipi mimi Alas ni ruzuku Ni angaike huko Ngoja nirudi nyumbani Kwa hiyo haka muambia jama yake kamba Hichi ndo kilicho nirudisha mimi Yule buwana haka mshangaa sana Haka muambia mbona wani mtuwajabu hivu Haka muambia Kwa nini usinge kuwa ni yule ndegi ambayo Hali kuwa na muudumia mwenzaki Haka mua kuwa ni ndege huli Amboni kipofu Amboni mle maw Hawezi chochote Ukawa uka jichagulia uwe na nafasi Kama uwe ndege yule Lakini Haujiavuta tasira upandi wapili Kuamba uwe kama yule ndege Ambaye hali kuwa na muudumia mwenzaki Na uwe ukaone mwenye kutoka Ukatafta riziki Ukawezi kukujihudumia wa mwenyewe Na ukaudumia wengine ambayo na itaji Kwa hiyo uwebana baada kuzindukiwa vile Hakaoni mwenye kumshukuru uwebana Kumambia jazaka Allaho khaira Hakaondoka Na hakaenda kutafuta riziki Kwa hiyo uka sema kwamba Kama wewe unawezikana Unangufu Na unawwezi Wakufanya kazi na kutafuta riziki Allah subhanahu wa ta'ala Usiwezi na mazingiri Hakunyosha mikono kawati Kwa sababu mtume sa Allahu aliyo salama Nisema Anliyadu ulia Khairu minliyadi Sufla Kwa mba mkono ambayo ni wajui Na mana ule ambayo natua Ni unabora saidi Kuliko ule mkono ambayo Wachina ambayo napokea Kwa hiyo mazingira na mna hii Mtu natakiuji tengenezia Mazingira ambayo ni mazuri Ya kueza Kuchukua sababu za kishiria Kwa mba Vitu kama hivi wezo kutengeneza Na katika mifano ambayo Alipiga Ukimuangalia mtume yote Mtume sa Allahu aliyo salama Alikuwa nafanya vitu ambayo Anachukua sababu za kishiria Ukimuangalia mtume sa Allahu aliyo salama Alikuwa kiishi mngi wa maka Akataka kuhama Kuenda katika mungi wa madina Na ujuyo ni mtume wa Allah Subhanahu wa ta'ala Lakini akatengeneza masingira Akajianda Akachukua vitu vya safari Akatengeneza usafiri wake Akampata paka mtu wa kumuonyesha njia Ya kuenda huko madina Pamoja na hivu Alijificha mtume sa Allahu aliyo salama Katika pango Pamoja harahiva Akajificha katika pango Baada ya kuwa Anafukuziwa na wale ambayo Alikuwa na mfanyia waduhu Kukudangaya mazingira kamahaya Ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Alikuwa na uezwa Kumchukua sayumu ya maka Kumpeleka moja kamoja Katika sayumu ya madina Lakini kwamba vitu Vineenda kwa sababu Ndo hivu Akawametengeneza mazingira Kama hivu Ukiangalia pia mtume sa Allahu aliyo salama Alikuwa kipigena vita mbali mbali Pamoja na kupigena huko vita Alikuwa kiwambia masohaba Akiwahimiza masohaba Uweza kujianda Watue mali zao Kwa sababu gani Hini uweza kuchukua sababu Uweza kishiria Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala Anawezo Wakawajalia kila siku wakawa Wana shinda Wakiwapigi wale makafiri Uwezo huo likuweku Lakini kwamba mtu Unachakua uchukue sababu Uweza kishiria Ndo hivu mazingira hayo Yalikuwe na mnahio Kwa hivu wakasema Kwa mba uwe Unatengeneza mazingira Ya kutokua Unakaa nyumbani tu Uweze kujitolea Uweze kutoka huku na huku Kwa jile kutafuta riziki Allah subhanahu wa ta'ala Hiyo likuwe ni sebu ya kwanza Semu ya pili ya kasema kwa mba Ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala Ameleta marazi Yendo analeta marazi Allah subhanahu wa ta'ala Pamoja na hivu Yendo analeta shifa Ukiangalia marazi Ambroto konayani marazi mingi Kuna marazi ya mlipuko Kuna marazi ya chunguzima Na haya marazi ya korona ambayo Tunapambana nayo Lakini ukiangalia marazi haya Yanaondoka na yanarudi Yanaondoka na yanaruzi Kwa ukiangalia kwa mba Pia mtumusa Allah Wale wa sallam Alisha sema kwa mba Kwa mba Yule mtu amboni mgonjwa Asiweze kumzuru Yule mtu ambao ene Anaafia Ulu mtu amboni mgonjwa Ukajidua kwa mba Mimi na ugonjwa fulani Amba ugonjwa huu Uneweza Ukamuambukiza mtu mungine Ni vizuri Weze kubakia Sae mwenye nyumbani Au usiweze kuhudhuria Katika ili mikusanyiko Ambayo inaeza Kasabisha Ukamuambukiza Watu wengine Pamoja na hivo Akasema kwa mba Watu wanatakiwa Wachukue Sababu za kishiria Sababu za kishiria Kutukana na marazi haya Jinsi zivwelezo Na madaktari Pamoja na mtume So Allah Wale wa sallam Yeya litesema Kwa mba Itakapoingia kwa un Katika sehemu Ya mjifulani Nyini msiweze kuenda Katika mjihuo Na kama mku katika mjihuo Msiweze kutoka Katika mjihuo Mazingere haya Kamba mtu unatakiwa Hizi na sababu za kishiria Kwa sababu Ukitoka katika mjihuo Ambo kuna Magonja kulipuka Ukwenda sehemu nyingine Utawambukiza Watu watu Ambo walipua Hawapopale Na wewe utakapoenda Katika sehemu Ambo kuna magonja Mlipuko Utaambukizwa Kwayo ni bizuri zaidi Usiende Na wala usitoka Kama kutakuwa na Magonja mlipuko Semuhiwa Ambapo wewe ulipu Kwayo hizi ni sababu Zinaelezo na mtumisa Allahu alayosalam Najinsi mlipo muona Kwa mbalikuwa Naonyesha barakua Kwa mba Uweze kufa barakua Katika sehemu Zamkusanyiko watu Kama hivi msikitini Uweze kufa barakua Kwa sababu Uweze kujua Ni nani amboni Mzima Na nani amboni Mgonja Kwa sababu Magonja ya meenea Na watu ambao Wanaumwa Uweze kumudua Ni nani amboni Wanaumwa Kwa sababu Tunakusanyika kama hivi Kwa ni bizuri zaidi Uweze kuchukua Sababu Zakishiria Umeenda Katika mkusanyiko watu Umekuja msikitini Umeenda Masokoni Kwenye sehemu yote Ambo naona Mneza mkaingiliana Na watu Uweze kufa Ili barakua Kwenye hizi Ni sababu Zakishiria Ambazo Watu Wanatakiwa Wazichukue Kwenye Ni hivu Ambo Tumehusiwa Manana Mesungumza Nmengi Lakini Kwa uchache Ndo hivu Kwa tumuombe Allah Subhanahu Wa alhamdulillahi Rabbil alamin